أهلا وسهلا بكم تعرفنا في الدروس السابقة على بنية أنظمة العدل التي نتعامل معها في دورة نهاته هذه الأنظمة هي التي تدرس على المستوى الجامعي كجزء من أساسية الإعلاميات لطلبة الإعلاميات رأينا إذن النظام العشري قلنا أنه يعتمد على الأساس عشرة والعناصر من السفر حتى اليسعى رأينا النظام الثنائي الثماني والست عشري الأنظمة الثلاثية المستملة بكثرة في مجال الإعلاميات وخلصنا إلى أن هذه الأنظمة كلها لها خاصية مشتركة أي أنه انتلاقا من أساس كل النظام وعناصر المكونة له يمكن تمثيل أي عدد نريد إذن لماذا لا نستغل هذه الخاصية ونمثل الأعداد بنظام من اختيارنا هذا هو موضوع هذا الدرس سنقوم به فقط للاستمتاع وأيضا كاختبار لمدى استيعابنا لبنية الأنظمة التي تعملنا معها من قبل إذن نكتب أنظمة خاصة كعنواد الدرس وآخذ دائما نفس العدد 12 ماذا مثلا لو أرد تمثيل العدد 12 في النظام الربعي يعني أقوم بقسمة العدد 12 على أربع تليسيكون الباقي محصور بين السفر وثلاثة تليسيكون أحصل على عناصر النظام وهي سفر واحد اثنين طب اثنين أكبر اين وثلاثة أربعة عناصر هي عناصر النظام والأساس وأربع كما هنا نلاحظ الأساس هو أربع الأساس أربع إذن أكمل القسمة حين أقوم بقسمة 12 على أربع أحصل على كم ثلاثة ثلاثة في أربع 12 من 12 باقي السفر وعاود قسمة ثلاثة على الأساس أربع كم أحصل على واحد واحد في أربع أو وحصل على سفر تمام سفر سفر في أربع سفر من ثلاثة فيكون الباقي ثلاثة هنا هي القسمة لأنني وصلت إلى خارج ساوي السفر وبالتالي يكون العدد هو كم ثلاثون الأسفل الأهلة والقوة دائما تكون أهلة نحو الأسفل دائما أضيف قوة كلما قمت بالقسمة طريقة التجميع دائما كما رأينا في الدروس السابقة نعتمد على الباقي في الأول سفر أقوم بضربه في الأساس س سفر في المرتبة الأولى زائد الباقي في المرتبة الثانية هو ثلاثة أقوم بضربه في الأساس رفوع بقوة واحد فأحصل على كم سفر في أي عدد سافرا ثم لدي ثلاثة أربعة أسوا أربعة في ثلاثة إثنين عشر وبالتالي أحصل على العدد إثنين عشر نفس لو أردنا القيام بنفس الطريقة التي قمنا بها في الدروس السابقة لدي العدد ثلاثون لدي الأساس أربعة والتالي قوى الأساس هي واحد أربعة ستة عشر وإلى ذلك ما هي إلا باستمال الأساس هي أربعة الصفر أربعة واحد أربعة وإثنين لذلك وبالتالي يمكن كتابة هذا العدد على الشكل التالي ثلاثون ساوي كم هي صفر عامل أو ضارب القيمة الأولى للأساس التي هي واحد زائد الموضع الثاني الذي هي ثلاثة غارب الموضع الثاني في قوة الأساس التي هي أربعة فأحصل بالتالي على كم ذي صفر زائد اثنين عشر يساوي ثلاثون لأن هذا في النظام كم الرضعي هنا لديه في النظام العشاء أفون أو هنا خطأ سفر زائد اثنين عشر يساوي اثنين عشر في النظام العشري وهنا في النظام الربعي إذن نفس الطريقة تبعناها كما في الأنظمة السابقة يمكن تمثيل أي عدد بأي نظام نريد يمكن أن أغير الأساس أربعة بأساس خمسة فأحصل على العدد اثنين عشر في النظام الخماسي سداسي سباعي وما إلى ذلك لكن في الإعلاميات نعتمد على أنظمة التي تعتمد على النظام الثنائي لأن كما قلت في درس النظام الثنائي في الحواسي بتخزى المعلومات على الشكل تجميع من السفر الواحد أي بالنظام الثنائي والأنظمة الثماني والست عشائي هي كواسط فقط ليسهل التعامل مع النظام الثنائي بالنسبة للإنسان إذا الآن يمكن أن نعود للتقديم وبشجاعة الكابتن ماجد في مباراته مع بوركي نفاسو يمكن أن نضيف هنا الأساس لنقول أن اثنين عشر في النظام العشري تساوي واحد واحد سفر سفر في النظام الثنائي تساوي واحد أربعة في النظام الثماني تساوي سفر في النظام ست عشري وتساوي ثلاثون في النظام الربعي سيجد تكون كتابتنا صحيحة وإن كان هذا هو الهدف من الجزء الأول من دورة الأعداد كأساس من أساسيات الإعلاميات في الجزء الثاني سنبدأ بالتعامل مع كيفية التحويل من نظام الآخر نبدأ بالنظام العشري كيفية تحويله للنظام الثنائي ثماني والست عشري والعكس كيفية تحويل النظام الثنائي إلى نظام عشري يعني كيفية تحويل العدد في النظام الثنائي إلى نظام عشري وأيضا ستكون لنا استنتاجات جانبية لبعض المعلومات والمفاهيم المستخدمة طريقة عامة كوحدات التخزين كيلو بايت ميجا بايت ما معناها فستكون أيضا استنتاجات في الجزء الثاني من هذه الدورة إن شاء الله إذن نلتقي في الدرس القادم مع التحويل من النظام العشري للنظام الثنائي إن شاء الله إلى اللقاء